معرض الكتاب الدولي إلى مكتبة الأسد الوطنية في دمشق هذا العام بدورته الثلاثين أكثر تألقاً بعد عودة الأمن والأمان إلى كل ربوعها بسواعد حراس الحضارة والعلم رجال الجيش العربي السوري ويضم المعرض العديد من النشاطات الفكرية والفعاليات الثقافية وضم اليوم السادس للمعرض محاضرة لمندوب سوريا الدائم في الأمم المتحدة الدكتور بشار جعفري تحت عنوان الأمم المتحدة والأزمة السورية غرب لما بيفرض عقوبات اقتصادية على سوريا يوقف الاستثمار، يوقف المعامل، يوقف التحويلات يضعف الحركة الشرائية ويؤثر على الحركة الصناعية والحركة التجارية ولذلك العقوبات عندما ترفع عقوبات ظالمة التي لا تستند إلى قرار لمجلس الأمن لذلك هي ليست عقوبات لكن نحن جدلاً نسميها عقوبات إذا رفعت العقوبات يخف الضغط عن البعد الاقتصادي والاجتماعي في سوريا بتعود الناس بتلاقي فرصة عمل يتميز المعرض هذا العام عن العام الماضي بالمشاركة الواسعة لدور النشر من جميع أنحاء الوطن العربي بالإضافة إلى دور نشر أجنبية السنة الماضية كانت الميحة بس هلأ السنة رجعت تماماً وفي أخبال من الناس هذه دورة كتير حلوة ومتوسعة أكثر من السنة الماضية شايف فيه أجنحة جديدة السن ماضية فينا كل الأجنحة هاي كأنه هذا الجناح نحن واقفينه مكان ما يجب السن ماضية وفيه كتب متنوعة وشغلات حلوية نحن مركزين على الأطفال أكثر أكثر من 150 جناح لمائتي دار نشر عربية وأجنبية تعود وتشارك في هذا النشاط الثقافي الكبير بعد سنوات من انقطاعها ليضم المعرض أكثر من 45 ألف عنوان لكتب متنوعة كما يشمل برنامج المعرض نتوات فكرية وأمسيات شعرية وورش عمل بالإضافة إلى أكثر من 55 حفل توقيع كتاب وأنشطة خاصة بالأطفال ويصاحب البرنامج الثقافي للمعرض برنامج للعروض الإسلامية يشمل عشرة أفلام من أحدث انتاجات المؤسسة العامة لسينما